ومن العجب الذي لا ينقطع ومن الأمور المحزنة التي تفُتُّ الفُؤاد فتا من تشَر بين الناس قبل أيام من خُرافةٍ صلعاء وكِذبةٍ عرجاء ودجلٍ وشعوذة خُرافة الشعرة التي يجِدُها الناس في المُصحف حتى قالوا أنه من فتح المُصحف فإنه سيجِدُ شعرةً في سورة البقرة في صفحة كذا فليأخُذها وليضعها في الماء ثم ليشرب هذا الماء فإنه شفاءٌ له من هذا المرض ومن هذا الداء إنا لله وإنا إليه راجعون والله عباد الله ما أدري ما أقول ولا أملك إلا أن أقول اللهم لا تجعل مُصيبتنا في ديننا إلى هذا الحد إلى هذا الحد وصل الجهل بنا أمة الإسلام إنما أنزل الله عز وجل هذا القرآن ليُخرِجَ الناس من الظُّلُمات إلى النور لهداية الناس ما أنزله لهذه الخُرفات نترك آية الكُرسي ونذهب إلى شعره واسخه ونضعها في الماء بالله عليكم أيها المسلمون أين عقولكم؟ أين دينكم؟ أين عقيدتكم؟ أين كتاب ربكم؟ أين سنة نبيكم؟ والله وبالله وتالله إن الإصابة والمصيبة بهذا المرض لهو أهون مرات ومرات ولا يُقارن والله لا يُقارن بالإصابة والمصيبة في الدين والعقيدة لا والله فالذي يُصاب في جسده فلربما خسر الدنيا أما من أصيب في دينه وعقيدته فقد خسر الدنيا والآخرة فارجعوا إلى دينكم عباد الله ارجعوا إلى ربكم ارجعوا إلى توحيدكم ارجعوا إلى سنة نبيكم واحتركوا هذه الخرفات والخزعبلات اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا